تمام التور الحركي او التور التشتطي او التور الابتعادي وهو التور اللي بيتحرك فيه الكروموسومات بعيدة عن بعضها ولكن بيفضل برضو فيه شوية قليزمات ما بين الكروموسومات المتمثلين دول بيكونوا مرتبطين ببعض حتى بعد التور اللي هو التور الحركي ده بتفضل موجودة القرازمات بتنتهي تماما 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 ساعة التور الانفصالي ولكن لغاية التور الستوائي بتكون موجود قليل او منها هي اه هي اتفك معظمها معظم القرازمات اتفكت ولكن لسه في برضو شوية ولايلين جدا هيفضلوا لغاية التور الستوائي وهيتفكوا نهائيا عن طول الانفصالي تمام فاسمه هو الدياكنيسيس عملية انفصال القرازمات تستمر حتى تتم بنجاح والكروموسومين المتمثلين ينفصل تماما عن بعضهم البعض تمام او بتقعد اه الكروموسومات تقعد بتتزاح 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 تقعد تتفصل كده وتتزاح تتزاح تتزاح لغاية لما تتفك نهائيا عن طرفي الكروموسومين الترمينازيزيشن الترمينازيزيشن دي بتنتهي طبعا بتفضل شوية شوية قازمات لغاية التور الستوائي وبعد كده تنفصل خالص في التور الانفصالي تمام بتنتهي بحيث الكروموسومات بتتزاح لنهاية الكروموسومين لغاية ما يتفك الارتباط ده ويختفي كل الكروموسومات يبقى احنا كان عندنا في الديبروتين الكروموسومات المتمثلة منفصلين عن بعض لسا ينبتون الكومبليكس اختفى ولكن لسا برضو في بيكون على شكل حرف اكس تمام في حالة اسمها كرازمات بتكون على شكل حرف اكس يبقى صينا بتون الكومبليكس لسا ينبتون الكومبليكس بيتكسر وبيختفي ولكن بيكون برضو في حرف اكس زي في حرف اكس في حرف اكس ببساطة لان في كرازمات طيب في الديكنيسيس بيكون في حرف او عشان الكرازمات عمالها بتتزاح لنهاية الكروموسومين وعمال والاكس عمال يوسع لغاية لما بقى حرف او طيب دلوقتي هل كل الكرازمات اختفت لا الكرازمات معظمها اختفى خالص ولكن بيكون لسا فاضل لغاية الميتافيز اللي هو الطور اللي ستوقع شوية الكرازمات هتنتهي خالص في الطور الانفصالي تمام النوية بتبدأ تختفي والغشاء النووي يبدأ في الاختفاء السنتروسومين يتجه الكطبين تمام الكروموسومات بتكسف وبتقصل جدا وتبقى سميكة جدا وخيوط الماغزل بتطلع يعني خلاص سيحن نستعد للميتافيز الطور الاستوائي قصر الطور الاستوائي السنتروسومين بيكونوا في كطبين الخلية تمام وبيطلع خيوط الماغزل عشان يخلي الكروموسومات في خط الاستواء بالزبط تمام فكل ده بيحصل بقى والكروموسومات بتتكسف جدا وبتقصل جدا وتبقى سميكة جدا خلاص احنا كده بنجهز خلاص تمام والسنتروسومين بيتجه الكطبين عشان يطلع خيوط الماغزل والغشاء النووي بيبدأ في الاختفاء ما بيختفيش خالص ولا كان بيبدأ في الاختفاء والنوية بتختفي اصبح لدينا حاجيا كروموسومين متمثلين كل كروموسوم لديه كطعة من الكروموسوم الاخر عشان حصل اهو القيازمات عملت حرف او خلاص عشان عملها بتتزحل نهاية الكروموسومين لغاية لما يتزحهم بعض اخرز تمام ادي ليتوتين نرجع بقى تاني خالص عشان احنا كده في اخر حاجة ليتوتين كان خيوط رفايعة بعد كده خيوط دي كل كروموسومين متمثلين فيهم تزوجه وبعد كده حصل في الباكيتين وبعد كده في الديبلوتين اتفك معا ده القيازمة والقيازمات هي عملها بتتفك في اجداء الكنيسيش ولكن لسه برضو مرتبتين ببعض مش هيسيبوا بعض خلص تماما الا في الطرق الانفصالي وطبعا النوكليل منبرين اللي هو الخشاء النووي منبرين يعني غشاء منبرين يعني غشاء والنوكليلس طبعا يعني نواية تمام فالغشاء النووي خلاص بيكون بيبدأ فيه التلاشي تمام والسينتروسومين ده سينتروسوم وده سينتروسوم متلان خلية مغزل اهو بيعودوا يتجه للكدبين تمام اهو للكدبين اهو والقروموسومين اهو الكروموسومات تكسفت اوي باية ساميكة جدا ويسر تاوي فالغداء كينيسيس بيكون الكروموسومين على شكل حرف او اهو علشان اللي هو تحت خالص اهي على شكل حرف او علشان الكيازمات دي عملها تفزح لنهاية الكروموسومين تمام عشان الكروموسومين بيتفقوا خالص والكيازمات عملها تروح لنهاية الكروموسومين فا اكس عمل بيوسع ويبقى او تمام مسئلة السينتروسومين بالكمبريكسي دي سورفز يعاني بينتهي او بيختفي امتى في اه في البروتين تمام ايه اختار يرتب الحاجات دي يعني يرتب التابعة الصح الأول بيحصل الليبتوتين يعني C الأول وبعد كده الزيجوتين يعني B يبقى كده C B وبعد كده البكتين C B A بعد كده الدبلوتين يبقى C B A E D يعني رقم C نختار الزيجوتين بيحصل فيه الزيجوتين الزيجوتين بيحصل فيه طيب البكتين البكتين بيحصل فيه طيب الدبلوتين بيحصل فيه كيازمة الدايكينيس بيحصل فيه الترمنغيزيشة الكروموسومز أبييرد بيد ديورنج إيه الكروموسومات بتظهر إنها بيدد يعني فيها خرز يعني حبوب كده بيد يعني حبوب أو خرز تمام ده بيكونت موجود في الليبتوتين طبعا what is the bivalent shape in diokinesis إيه هو ال 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 بيكون O O shaped ليه؟ عشان الكروموسومات عمالة الكروموسومات عمالة بتعمل إيه؟ عمالة بتتزح نهاية الكروموسومية شكرا